بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله رح ندرس الـ Data Types أو أنواع البيانات بشكل أكثر تفصيل طبعا حنا ذكرنا قبل أنواع البيانات وتكلمنا شفنا نوعين من أو عفونا ثلاثة أنواع من أنواع البيانات وهي شفنا ما يسمى بـ String وشفنا ما يسمى بـ Ent وشفنا ما يسمى بالـ Double هنا عندنا تمام؟ شفنا ثلاثة أنواع البيانات هذه لكن في هذا الدرس رح نشوف إن شاء الله أنواع البيانات بشكل أكثر تفصيل في طبعا لغة الجافة نستطيع أن نقسم البيانات في لغة الجافة إلى قسمين القسم الأول هو Primitive Data Types أو أنواع البيانات الأولية والقسم الثاني هو User Defined Data Types أو أنواع البيانات المعرفة من قبل المستخدم أو نسميها كائنية طبعا String يصنف من ضمن User Defined أو Classes الكائنية هو صراحة تصنيف بالذات بالذات String فيه يعني شوي يعني هنا لكن حتى نساهل المسألة نقول أنه بما أن String عبارة عن Class و Object وإن كان أنه يختلف عن بقية الـ Object في الجافة طريقة استخدامه لكن حتى نساهل عنفسنا نقول أن String هو من ضمن Classes و Objects في الجافة طبعا راح نشوف إن شاء الله فيما بعد كيف حلنا نعرف Classes و Objects والأشياء هذه Scanner مثلا عبارة عن Class وممكن نضيفها هنا Scanner ممكن نضيفها تحت هذا نقول Scanner برضه يعني حنا شفنا Scanner و String فهذه كلها نوعين بيانات معرفة من نوع Classes اللي تستخدم فيها الكائنات أو الأشياء زي Classes أو Objects طيب قلن نركز حنا على Primitive وهذه هي تركيزنا عليها الPrimitive نقدر نقسمها إلى قسمين القسم الأول Non-Numeric يعني الغير عددية والقسم الثاني هو Numeric أو العددية خلوه شيء نبدأ بالعددية وبعد كده ننتقل لغير العددية العددية حنا شفنا قبل Int والDouble وذكرنا أن Int يستخدم لتخزين أعداد صحيحة بدون فاصلة سواء موجبة أو سالبة أو صفر تمام فإذا أعداد صحيحة موجبة أو سالبة أو صفر ولكنها بدون فاصلة عفوا بينما Double يستخدم لتخزين أعداد بفاصلة زين أو الأعداد اللي نسميها في الرياضيات الأعداد Real Numbers أو الأعداد الحقيقية طيب وش قصة الخمس أنواع أو الأربع أنواع الباقية هذه خل نقسم الست أنواع اللي قدنا مكذية العددية القسمين القسم الأول عندنا اللي هو هذا الجزء هذا وهذه أعداد بدون فاصلة بدون فاصلة أو أعداد صحيحة ما يسمى برياضيات الأعداد الصحيحة زين أو الانتجر على الرغم أن هذا اسمه انتجر لكن كل هذه تمثل انتجر وهذه كلها أعداد صحيحة بدون فاصلة ولكنها تختلف في الحجم الاختلاف فيما بينها وفي الحجم راح أذكر أشرح الآن وش معنى الشيء هذا بينما طبعا القسم الثاني هذا هو أعداد حقيقية أعداد حقيقية بفاصلة ونفس الشيء الاختلاف فيما بينها هو في الحجم طيب وش نقصد الآن لما نقولنا الاختلاف في الحجم خلنا نشوف الجدول التالي لأنواع البيانات هذا الآن الجدول معطيك هنا الbyte والshort والint والlong والfloat والdouble زينا خلت char والبوليان لاحظوا الbyte والshort والint والlong كلها انتجر أعداد صحيحة بدون فاصلة لكن الكمية الذاكرة المستخدمة لتخزين الأعداد لتخزين القيم من نوع byte يتكون 1 byte اللي هي 8 bit زين 8 bit تات الكمية الذاكرة المستخدمة لتخزين الشورت 2 byte اللي 16 bit الint 4 byte اللي هي 32 bit والlong 8 byte أو 64 bit زين طب وش معنى كلام هذا وش نستفيد منه حننا كون برمجين بالنسبة للbyte ما تستطيع تخزن فيه الأرقام إلا من ناقص 128 وحتى 127 يعني أقدر أخزن الرقم 1000 في متغير من نوع byte هذه هي الزبدة ما تقدر زين هذا هو أهم شيء لازم تفهمه لما يكون عندك متغير من نوع byte ما تستطيع تخزن فيه أي رقم خارج الأرقام هذه من ناقص 128 إلى 127 هذا هو أهم شيء تفهمه لما نقول حجم أنواع البيانات خلي نشوف مثال في الإكليبس هذا برنامج بسيط جدا على الرقم متغير اسمه X من نوع byte جين نخزن فيه القيمة 1000 أعطانا error الجافع أعطتنا error زين ليش بايت ما تقدر تخزن فيه أي قيمة بر الرينج اليوم من ناقص 128 إلى 127 بر المدى هذا ما تستطيع تخزن قيم شف لاحظ لو قلنا 100 لك ما عندي مشكلة لأن المية بين الناقص 128 وال127 تمام فإذا هذه هي الزبدة لما نقول أنه أنواع البيانات لها أحجام مختلفة لما نعرف variable من نوع معين فإنه راح ياخذ مكان معين في الميموري بحجم معين وهذا المكان يفرض عليه أنه يستقبل قيم محددة من إلى تمام لما نجي الشورت الشورت ياخذ من ناقص 32768 إلى 32767 طبعا أنا ما أفترض أنك تحفظ الأشياء هذه ممكن ترجع لها موجودة في النت في كتب كثيرة لاحظ الانت ياخذ من ناقص 2 مليار تقريبا وشوي إلى 2 مليار وشوي إذا كنت تريد تجرب عرفنا انت قبل لك ما انتبهنا للنقطة هذه لكن لو تيجي هنا تقول أحول الـ x هذا خلي انت بدلا من وعطيه مثلا التريليون مثلا اللي هو 12 هذي ثلاثة هذي ستة هذي تسعة هذي اثنعاش على طول عطاك لنبر الـ 2 مليار من ناقص 2 مليار إلى 2 مليار في الحالة هذه لابد انك تستخدم تستخدم اللونج طبعا ممكن واحد يسأل يقول طيب مدام اللونج يعني بالشكل هذا مدام ياخذ العدد الضخم هذا لما نقدر نقراه أصلا طيب شو لانا استخدم int أصلا يعني ليش حطين int و short و byte طبعا انت لانتكتب برامج صغيرة لكن تخيل انك فيما بعد صرت مبرمج محترف بدت تكتب برامج فيها مليونين ثلاثة مليون سطر وتعرف فيها يمكن عشرين مليون variable مضبوط الـ int راح ياخذ لك ثمانية بايت 4 بايت بينما الـ long راح ياخذ لك ثمانية بايت يعني بدلا ما تخيل عندك عشرين مليون متغير في برنامج كفرق كبير بين انه كل واحد منهم ياخذ 4 بايت في الميموري وبين كل واحد منهم ياخذ ثمانية بايت دائم تستخدم برامج تعرف ان بعض برامج تاكل الذاكرة نقول انه برامج ياكل الذاكرة اللي يساعدك في العملية هذه أخيرا خل بنشوف حاجة معينة بشكل سريع ليش الأحجام هذي تأثر على الأعداد ليش البيت مثلا نقول انه ثمانية بيت وما ياخذ إلا من نقص 128 إلى 127 شورت كذا كل واحد كل شوي نكبر مكان الذاك نصير نقدر ناخذ أعداد أكبر خلاش يرح لك بشكل سريع لو عندك بيت واحد البيت طبعا عبارة عن خانة تأخذ صفر أو واحد فإذن البيت يأمن أنه يكون صفر أو يكون واحد إذن لو عندك نوع بيانات ياخذ بيت واحد فقط ون بيت وزي نسميه هنا ون بيت فإنك ما تقر تمثل العددين اللي هم صفر وواحد فقط طيب أفرض أنك زيت بيت زيادة فصار عندك مضبوط 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 هنا رح يكون عندك صفر صفر أو صفر واحد أو واحد صفر أو واحد واحد بس ما في إلا الأربع أخيرات هذه هنا رح يكون عندك هذا صفر هذا 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 ثلاثة تمام فإذا قدرت تتمثل ثلاثة أعداد لو كنت تبغى تأخذ سالب موجب فإنك رح تضطر تقول أنه هنا هذا سالب ثنين هذا سالب واحد هذا صفر هذا واحد تمام ثنين بت لو حطيت ثلاثة بت مضبوط خلنجرب ثلاثة بت نختم فيها فإنه حين رح يكون عندك صفر 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 واحد صفر واحد صفر صفر واحد واحد نجرب كل الاحتمالات قد يشيك تشوف هذه الاعداد رح تكون صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فإذا ما عندك الا الاعداد هذه إذا كان بدون علامة سالب وموجب إذا كان بعد العلامة سالب وموجب رح يكون عندك ناقص اربعة ناقص ثلاثة ناقص اثنين ناقص واحد صفر واحد اثنين ثلاثة فيقول لك من ناقص 4 إلى 3 هذه فقط اللي استطيع تمثيلها ب 3 bit مضبوط لاحظوا أن عدد الأعداد اللي نستطيع تمثيلها ب 3 bit سوى 2.3 زين؟ عدد الأعداد اللي نستطيع تمثيلها ب 2 bit هو 2.6 عدد الأعداد اللي نستطيع تمثيلها ب 1 هو 2.1 اللي هو عددين فقط وهكذا البيت عبارة عن 8 bits زين؟ فإذا عدد الأعداد 2.8 هو يساوي 256 ساوي 256 عدد مضبوط فبالتالي قلنا من ناقص 128 إلى 127 نصفناها نصفين الـ 256 عدد دي من ناقص 128 إلى الصفر هذا نصف ومن الصفر إلى الـ 127 هذا نصف هذا النصف الثاني هذه هي الطريقة اللي من خلالها يخزن الكمبيوتر وهذا هو السبب اللي يخلي الأعداد هذه أو الـ variables هذه تختلف حجم التخزين يفرض عليك مدى معين من الأعداد فقط هذا هو السبب إن شاء الله في الفيديو القادم راح نشوف الأعداد الحقيقية الـ float والـ double وفرقها عن الأعداد الـ byte والـ short والـ int والـ long هو الأعداد الصحيحة ترجمة نانسي قنقر